استقبلت عصر اليوم الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية آسيا محمد أبو استقبلت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد بهدف تعزيز العلاقات بين الاتحاد والبلاد في كافة المجالات هذا محمد شرفتي تجيء زيارة سفيرة ورئيسة بحثة الاتحاد الأوروبي في شادا دينيزا إلنا إلى الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية آسيا أبو وذلك بحدف التعاون المشترك بين البلاد والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاجتماعية منها والسياسية والاقتصادية وقد تمحور اللقازها أساءة تترقت خلالها إلى سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الشاد والاتحاد الأوروبي وفور خروجها من المقابلة أكدت سفيرد ورئيسة بحسد الاتحاد الأوروبي دينيزا إيلينا قالت بأن هذه الزيارة تعتبر زيارة ودية وتحدثنا حول سير العدالة والإدارة الرشيدة في شادة مشيرة إلى إسلاح مؤسسات الدولة والانتخابات التشريئية المقبلة في البلاد وعوضها دعا بأن الاتحاد الأوروبي سيقف مع البلاد في استراتيجية وتنفيذ برامجها المستقبلية للنحوض إلى العمام احتفلت مساء أمس السفارة السودانية لدى البلاد بالذكرى الثانية وستين لاستقلال السودان الذي يصادف الأول من يناير الكناسبة كانت بحضور بعض المسؤولين وعضاء السكة الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد أدم حسن المكافي في سيق احتفالات الذكرى الثانية والستون لاستغلال جمهورية السودان الشقيقة أحيت سفارة جمهورية السودان لدى البلاد احتفالا بهذه المناسبة بمشاركة الجالية السودانية المتواجدة بالعاصمة الجمنة والتي عبرت عن فرحتها بهذه الذكرى الوزير المفوض ونائب رئيس البغثة خلال الحفل قدم كلمة حيى فيها العلاقات المتميزة التي تربط بين السودان والشاد ثم جاء الأول من يناير 1956 ليكمل الشعب السوداني فرحته بإنزال الأنم الحمد الثنائي ويرفرم عالم السودان عاليا معلدة إعادة ميلاد السودان وطنا عزيزا مستغلا كما يسرنا أن ننتهيز هذه الفرصة لنتقدم بتزيل الشكر لفقاوة الرئيس إدريس بي إدنون رئيس جمهورية الشعب والعقومة والشعب تشاث على حزن رعايتهم والصدافتهم لإنجال السودانية بشاة الذكرى الثانية والستة لاستغلال السودان هي فرحة وبهجة السودان بإنجازاته في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاستماعية والتنموية كما أن السودان والشادة تربط مع علاقة تاريخية أزلية مثل اليوم الأمير العام لوزارة الطاقة والبترول أحمد قدم مثل الوزير في أعمال اللقاء التشاوري الذي نظمته الشركة التشادية للمحروقات حول تنفيذ مشروع بناء حقلي البترول والغاس بمنطقة سيديجي حسن جد عمر إن هذا اللقاء التشاوري يعد نقطة الانطلاق لتنفيذ مشروع بناء الحقل البترولي الغازي بمنطقة سيديجي الوقع بإقليم كانيم والذي وضع هجر أساس بنائه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بتاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر للعام 2017 الماضي لقاء مظمى من قبل الشركة التشادية للمحروقات التي تعرف اختصارا بـ SHD وعلى حسب مديلها فإن هذا المشروع البترولي الغازي مشروع قديم ظل محفوظ منذ أربعين عاما وعليه فقد بات من الضروري عقد مثل هكذا لقاء التشاورية لدراسة الأحوال البيئية وتفهيم المجتمعات المحلية حول أهمية هذا المشروع أما الأمين العام لوزارة النفط أحمد قدم ممثلا للوزير أثناء إطلاقه لعمال هذا اللقاء أثناء على دور الشركة التشادية للمحروقات كما أشغر بأن تنفيذ هذا المشروع يتم عبر المؤسسات المدنية التي تعمل بجانب الشركة المنفذة له مما يساعد ذلك على توفير فرص العمل واستغلال القدرات لأجل تحسين الحياة الاجتماعية لشهوب المنطقة التي وصفها ضمن المناطق التنموية في حالة إكمال هذا المشروع إن حكاس المشروع أو تنفيذ المشروع على المجتمع من ناحية الكخضاء من ناحية وحدة صناعية مماسلة للوحدات الأخرى وللتذكير فإن هذا اللقاء جمع العديد من ممثلي الجمعيات المدنية والبرلمانيين وعدت من أبناء منطقة كنب نظم اليوم مشروع دعم القيمة المضافة للثروة الحيوانية بالتعاون مع الوكالة الشادية للاستثمار نظم ورشة لدراسة مختلف البنوت واللوائح الداخلية للمؤسسات المتوسطة مناسبة افتتاح الورشة ترأسها المدير العام للوكالة الشادية للاستثمار عز الدين الأمين نصر دراسة مختلف أنواع اللوائح الداخلية للمؤسسات الصغيرة وعلى ضوء الإصلاحات الشاملة التي أطلقتها الجهات العليا بالبلاد والتي تهدف إلى تحسين مناخ العمل هو المغزى من إطلاق هذه الورشة التي شارك فيها 25 عاملا من مختلف المؤسسات المتوسطة بالبلاد إذ أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد أداة فعالة من أدوات السياسة الاقتصادية للبلاد في ظل الإصلاحات الجزرية التي تعيشها جاد المنسق النائب لمشروع دعم القيمة المضافة للثروة الحيوانية وفي مستهل فعاليات الورشة قال إن كتابة النصوص المتعلقة بتنظيم عمل المؤسسات تم الشروع فيه أواخر العام المنقضي 2017 وأبدى المنسق أمله في أن يتم التصديق على هذه النصوص التي توصي بتقليص مدة 60 يوما المحددة لإنشاء الشركات كما أبدى ترحيب المجروع في تسخير خبراته لدعم وكالة الاستثماراته لتحسين بيئة العمل في جاد المدير العام للوكالة الشادية لإستثمارات خلال افتتاحه لأعمال الورشة أكد بأن هذه الأنشطات تدخل ضمن خطة الإصلاحات الشاملة التي أطلقتها الدولة وعبر عن امتنانه للمنك الدولي على دعمه المتواصل لدعم المشاريع الحيوية خصوصا دعم قنوات العمل وترقية القطاع الخاص بجاد قام منسق مشروع دعم الجمعيات المدنية بإزيارة مدنية إلى مدينة دوبا عاصمة أقليم لغان الشرقي حيث التقى بالمسؤولين الإدارين ورؤساء جمعيات المجتمع المدني بهدف توعيتهم حول الطرق الحصول على الدعم الذي يقدمه المشروع خليل حصن صالح توعية مسؤولية الجمعيات المدنية حول وجود مشروع دعم الجمعيات المدنية الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويعمل هذا المشروع على مساعدة الجمعيات في تحقيق برامجها وتنفيذ مخططاتها الهدف الذي جعل منسق المشروع محمد قليم لا يقوم بجولة توعوية إلى مدينة دوبا التقى خلالها برؤساء المنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني واتسعى اللقاء ليشمل البرلمانيين بالمنطقة والمسؤولين الإداريين حيث تحدث محمد قليم لا عن أهمية هذا المشروع في مساعدة الجمعيات المدنية وبخاصة أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة تتطلب وقوف الجمعيات المدنية والمنظمات غير الحكومية ومساهمتها في تنمية البلاد كما تطرق المناسق على كيفية الحصول على الدعم الذي سيقدمه المشروع داعيا الجمعيات المدنية على العمل بحيادية والاهتمام بمصلحات الوطن الأمين العام لإقليم لوجون الشرق آدم آدمي يوسف قال إن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم المؤسسات المدنية وإمدادها بالموارد المالية لتواصل في تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها وتعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤولي المشروع وتستمر هذه الحملة التواعية لتشمل باقي المدن الكبرى التي تتمتع بأعداد كبيرة من الجمعيات المدنية قدم المفتش العام للشركة الجادية للمياه حسن رمضان معدات حديثة لتوزيع المياه لمدينة فضا حضرة إينيدي الشرق المناسبة كانت بحضور المسؤولين الإدارين بالإقليم الحسين النور يوسف تحصلت مدينة فضا حضرة إقليم إينيدي الشرق إلى معدات حديثة لتوفر المياه لسكان وهذه البادرة قامت بها الشركة الوطنية للمياه وذلك بتركيب العالات الحديثة التي عبرها تتوفر المياه الصالحة للشرب وبهذه المناسبة قدم نائب محافظ مدينة فضا أردفية توجي مديم مثلا لحاكم الإقليم حيث أشاد بهذه البادرة التي عبرها تتوفر المياه للسكان بهذه المنطقة أما المفتش العام لشركة المياه حسن رمضان فقد أوضها بأن الشركة الشادية للمياه تعمل جاحدة لعجل تحسين ظروف المواطنين خاصة في توفر المياه الصالحة للشرب حسب اهتمامات برامج رئيس الجمهورية الرامية إلى العناية بالسكان وتحقيق رقباتهما الاجتماعية وأن مسألة المياه الصالحة للشرب في سلب اهتمامات فخامته أما عمدة بلدية فضا محمد أحمد سمن البادرة التي قامت بها الشركة لتسخير الإمكانيات الضرورية في توفير المياه الصالحة للشرب وتقديم الخدمات النوعية لسكان شاكرا باسم سكان المنطقة الحكومة على وقوفها الدائم لصالح السكان وتوفير الضروريات لهم لأن المياه ضرورة من ضروريات الحياء قام اليوم المدير العام النائب للشركة الوطنية للكهرباء برفقة فني الشركة قام بحملة شملت حيبط البقرة بالدائرة السابعة ذلك بهدف اللوقوف على توصيل الكهرباء في بعض المنازل بطرغ غير قانونية أبداللهر التوصيلات الأشوائية للأسلاك الكهربائية تؤد خطرا على مستقدميها وهي بمثابة الغشوة انهدارا للكهرباء بدون مقابل والعبث بمقدار الشركة العمر الذي دفع مسؤولية الشركة الوطنية للكهرباء بتنظيم حملة واسعة النتاق لعجل كشف عمليات سرقة الكهرباء في معظم أحياء جمينة والعمل للحد من هذه التوصيلات الأشوائية وغير المرقصة قانونيا هنا في حارة بوت البقرة الواقعة بالدائرة السامنة تم ضبط حالة من التوصيلات الأشوائية لدى بعض المواطنين بالحارة التوصيل اللي بوصوله دى اندفوغ خطورة الخطورة الأول دى اندفوغ ضياع للشركة ماذا اندفوغ النار الهم بقصمية ماذا اندفوغ غروشة الخطورة التانية دى اندفوغ خطورة الانسان ذات في نفسه لو بيقى كورسر كوي لو بيقى شغل واحد الطريقة الأشوائية السوالة بسبب لهم خطورة في نفسه والحاجة التانية الخدمة دى الشركة دى مكلفة بالخدمة هي ويهدا ما في زول في ناس في لبالهلة ديمارشير قاعدين في لبالهلة بيجيبوا الكونتير بيجيبوا الكابل للناس وبشغلوا القروس من الناس بيبوصلوا تجدر الاشار الى ان هذه الحملة مستمرة لتشمل كافة دوائر الأقصى من جمعنا شهدت مساء امس دار الثقافة بابا مصطفى حفل تنصيب شبكة الفنانين الشادين الذين يولونه اهتماما كبيرا بالاطفال حقوق المرأة والشباب المناسبة رأسى ممثل وزير الثقافة الشباب والرياضة بحضور ممثل اليونسيف لدى البلاء التقرير ابتسام موسى عبدالله وقراءة منا حسن سكاية من عجل هماية الطفل وحقوق المرأة والشباب جاء حفل تنصيب شبكة الفنانين الشاديين باسم الاطفال المراهقين والشباب والمرأة وذلك من قبل وزارة الشباب والرياضة والثقافة والتنمية السياحية بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للعمومة والطفولة يونسيفا وفي هذا المنتلق فقد تحدثت ممثلة منظمة الامم المتحدة للعمومة والطفولة التي قالت بأن الأطفال الشاديون هم من أكثر اندلاقا على أنفسهم حيث لا يشاركون في اتقاذ القرارات لتغيير هياتهم مضيفا بأن المنظمة تقوم بعمال متعددة من عجل ضمان حقوقهم والحصول على التعليم والصحة أما ممثل وزير الشباب والرياضة والثقافة والتنمية السياحية دينجامنايل كالدي لونغا قال بأن الوزارة المكلفة بالشباب تعي دائما الشباب والمرأة مما جعلها تدعم الجمعيات والنشاطات التي تسعى لتنميتهما وأضاف بأن هذه المناسبة تؤكد اهتمام الشبكة ودورها بهقوق الأطفال وفتح فرص أمامهم للمشاركة في تنمية البلاد وللتزكير فإن هذه الشبكة مكونة من 16 أدوان من الفنانين والممثلين القوموديين